موسيقى قفلة من السيارات بالأعلام السوداء المرفوعة انطلقت ببطء من مفرق فرقرع باتجاه شارع رقم 6 وصولا إلى تل أبيب حملة معها أسماء وصور بعض ضحايا جرائم القتل هذه الظاهرة التي قدت مضاجع المواطنين العرب في السنوات الأخيرة بحرقة شديدة تحدثت إلينا قريبة ضحية القتل جهاد حمود وطالبت الشرطة بإلقاء القبض على المجرمين أم محروق ألبا مكسور ظاهرة على موت ابنها ومشينا إلينا مظاهرة لكي تساكع البوليس بنقول يلا نعمل مظاهرة عشان يبين الحق يذر القاتل نوقفها يشلال الدماء شو نساوي نقول إن شاء الله الله يخليني ولادين اللي صار مع ابنها ما يصيرش مع ولادين جايين يعني إيد بإيد إنو نوقف هذا الإشي اليوم ابني بكرة ابنين نتضامن مع بعض شخصيات قيادية شعبية وحزبية وسياسية شاركت في المسيرة التي دعت لها لزنة المتابعة العليا كجزء من سلسلة نشاطات واحتجاجات لتمرير الرسالة إلى الشرطة التي لا تقوم بدورها كما يقولون مظاهرة شعب وصرخة شعب هذه ليست مظاهرة عادية الآن إخفال شارع الستة بهذا الحجم في هذه الساعة سيؤدي إلى وضع أنه ولا واحد مش رح يسمع في هذه الصرخة ونحن قلنا ونقول إذا إحنا عشنا بأمان الكل يعيش بأمان أما إذا إحنا عشنا بأمان إحنا بدنا بدنا الكل يشعر شو عم نشعر وهذا اليوم سيكون يوم مشهود في تاريخ مكافحة الجريمة ونحن لن نهدأ حتى يجري اجتثاثها على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في ملاحقة عصابات الإجرام وعدم إعطاؤهم حصانة وعدم ضخ السلاح لهم أنا هو بتوجه الجريمة العربية عشان نجبر ويكون قرار سياسة محاربة الجريمة وسط العربي عشان الوسط الهودي يحس أنه في قضية في قضية سعب أمال تواجه الوسط العربي في قضية أمال بتفكفك والهي أمال بتهجر وسط العربي وأمال تأذى الوسط العربي فلابد أن هم يفهموا أنه في قضية أساسية دازم يفهموا رسالة واضحة إذا إحنا مش بأمان كمان هم مش بأمان وبالرغم من محاولات الشرطة عرقلة خروج القافلة استطاع المتظاهرون الوصول إلى تل أبيب وإغلاق الشارع أيلون بالكامل والذي يعتبر شريانا رئيسيا في شوارع الدولة رسالتنا إذا حياة ولادنا مش طبيعية ممنوع حياة دولة إسرائيل تكون طبيعية الآن نغلق الشارع الأطول بالبلاد بعد ذلك سنغلق شوارع في تل أبيب إذا حياة ولادنا مش طبيعية ممنوع حياة دولة إسرائيل تكون طبيعية إذا ثبتنا هذه المعادلة سيتحركون بالاتجاه الصحيح يقول المشاركون في هذه القافلة إنها فقط البداية ويشددون على ضرورة مشاركة الجماهير وتوسيع رقعة الاحتجاجات على أمل أن تحمل هذه المسيرة رسالة ليس فقط لسلطات الإسرائيلية نما أيضا لأبناء المجتمع العربي صادقت اللجنة المالية البرلمانية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات لمشروع قانون الميزانية في الكنيسة يوم الاثنين المقبل قبيل موعد التصويت على الميزانية ووفق مشروع القانون فإن حجم ميزانية الدولة للعام الجاري يبلغ حوالي 432 مليار شكل وللعام المقبل حوالي 452 مليار شكل أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيسة الطلبة وزارة المالية بتشجيد القيود على دفع نقدا ديموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2018 بعد مماطلة سنوات من الحكومة الإسرائيلية وتهديدات المؤسسات المالية الدولية التي ترى بأن الدفع نقدا بمبالغ كبيرة فاتحة للسوق السوداء بما فيها عصابات الإجرام ووفق النظام الجديد فإنه ابتداء من مطلع شهر آب المقبل سيكون الصقف الأعلى للدفع نقدا لمصلحة تجارية ستة ألاف شيكل بدلا من أحد عشر ألف شيكل أما في قطاع بيع السيارات المستعملة سيكون مسموح الدفع نقدا حتى مبلغ خمسين ألف شيكل هذا وتم خفض صقف الدفع نقدا بين المصالح التجارية من خمسين ألف شيكل إلى خمسة عشر ألف شيكل دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء ثلاثة ألاف ومئة وأربعين واربعين وحدة استيطانية في الضفة الغربية وعبرت الرئاسة عن رفضها لهذه الإجراءات أحدية الجانب التي من شأنها تدمير ما تبقى من حال الدولتين وأكدت أنها تحدي لقرارات مجلس الأمن واستخفاف بجهود الإدارة الأمريكية الأمر الذي سيدفع بإجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وطلبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية تنفيذ ما تعهدت به من رفضا للاستيطان والإجراءات الأحدية الجانب مشيرة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو تحدي لرسالة الأمريكية الأخيرة الداعية لوقف إسرائيل للنشاطات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية صادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على بناء 3144 وحدة سكنية في مستوطنات الدفة الغربية 1344 حصلت على موافقة نهائية وألف وثمانماء أخرى ستقدم للمصادقة النهائية في وقت لاحق تأتي هذه المصادقة للمرة الأولى خلال رئاسة نفتال بانت وفي ظل حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتكون آخر مرة تمت المصادقة فيها على البناء في المستوطنات قبل حوالي 9 أشهر وتحديدا في كانون الثاني الماضي وحول الرفض الأمريكي كشفت تقارير أعلامية إسرائيلية عن احتجاج وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على قرار الموافقة على تخطيط وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الدفة الغربية وذلك في محادثة هاتفية وصفها الأعلام الإسرائيلي بالحادة إشارة لأول خلاف جدي بين الحكومتين وأبلغ بلينكين جينيتس بأن قرار التوسع الاستيطاني مثير للأحباط وإشكالي ولم ينصق معنا ويصعب علينا ويقود الاتفاقيات بين البلدين وإن كان كل هذا لا يكفي فقد أصدرتم أعلانا آخر لتسويق 1300 وحدة استيطانية في إشارة إلى أعلان وزير الإسكان الإسرائيلي زائف ألكان عن مناقصة لتسويق وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك يوم الاثنين وفي الصياق عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس عن قلقه إزاء إعلان للموافقة وذلك في مؤتمر صحفي وأضاف نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر ويضر بآفق حل الدولتين من جهتها هاجمت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس ردا على إعلان موافقة البناء وصفة أنه تصرف غير مسؤول فيما كتب على صفحة تويتر التابعة لحزب العمل أن كل من يعلن تصريحات سياسية ذات تداعيات دولية بشكل غير مسؤول وبدون تنسيق ودون تحضير ومن يوافق على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكانية في يهودا والسامرة لا يمكن تشبيهه برابين بالإشارة إلى جانتس ومن المقرر أن تتوزع الوحدات الاستيطانية على نحو ثلاثين مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس أكبرها في مستوطنتي نافي شهام وكفار عتسيون قال نائب وزير الخارجية الأمريكي بارين ماكوين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى موافقة فعالة من إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين في القدس ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الضغط الأمريكي بخصوص إعادة فتح القنصلية سيزداد بعد تمرير الميزانية علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بانت ووزير الخارجية يائر لابيد يعارضان هذه الخطوة دعت لجنة متابعة قضايا تعليم العربي المؤسسات التربوية كافة والمعلمين والأطر الشبابية إلى أحياء الذكرى السادسة والخمسي لمجزرة كفر قاسم من خلال أنشطة تربوية تساهم في تعريف الطلبة على أحداث المجزرة ومعانيها وشهدائها والمشاركة في النشاطات المحلية والقطرية المتعلقة بهذه الذكرى كما ودعت لجنة متابعة قضايا تعليم المدارس إلى تخصيص ساعة على الأقل في الفترة القريبة لأنشطة تثقيفية ومناقشة الموضوع مع الطلاب وحثة الاجتهاد وإبداع أنشطة تربوية حول هذا الحدث الهام بما في ذلك أنشطة رقمية ومشاركتها مع الزملاء والزميلات للاستفادة القصوى منها وتشجيع إحياء مناسبات وطنية وتعزيز روح المشاركة والعطاء وأكدت لجنة أن دور الأهالي التثقيف في القضايا الوطنية هام جدا بالذات في ظل غياب هذه المواضيع من المناهج الرسمية اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الصحة نتسان هوروفيتس على تخفيف القيود المفروضة على تجمهر وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ووفق الاتفاق يتم السماح بتنظيم أحداث جماهرية دون أي قيود تتعلق بعدد المشاركين بدءا من يوم الجمعة المقبل وجاء في بيان المشترك صدر عن بانت وهوروفيتس أنه سيتم طرح القرار لموافقة اللجنة الوزرية لتعامل مع الفيروس كابينت كورونا في تصويت هاتفي هدمت السلطة الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة مساكن أهل قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الرابعة وتسعين بعد المئة على التوالي منذ عام الفين ويواصل أفراد من وحدة يؤاف الشرطية التابعة لما تسمى سلطة تطوير النقب المسؤول عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب ودائرة أراضي إسرائيل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية وفي الآوينة الأخيرة تواصل السلطات التضييق على المواطنين العرب في النقب أخيرها هدم أربعة منازل في تل السبع بإدعاء أن الأرض معرفة كمنطقة صناعية وهدم منزل في أمبطين بالدعاء أنه أقيم على أرض لشارع في المنطقة بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني عقد لقاء مفتوح بعنوان كيفية التعامل مع التحريد ضد أهل النقب لفحص الطرق وأسلوب الرد على الحملة العنصرية المستمرة ضد البدو والتي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وعدد من رؤساء السلطات اليهودية في الجنوب اجتماع اليوم نظمناه بالمشاركة مع المجلس القليمي على أساس أنني تشاور كيف نقدر نتعامل مع قضية التحريد ضد البدو التحريد اليميني المتطرف اللي عمليا هم يعني يهاجمون ويحاولون نزع الشرعية عن وجود العرب في النقب هذا هو أساس الشيء وسمعناه البارح في مؤتمرهم اللي كان في كريات أربعة هذه الجلسة جدا مهمة خصوصا في هذا توقيت الحرج اللي فيه تمارس حملة مسعورة تحريد على سكان النقب هذا الموجة ليست جديدة على النقب ولا على أهل النقب التحريد مستمر كل الوقت لكن الجديد هذه المرة أن هناك خطوات عملية جاء اللقاء بمشاركة ناشطين ورؤساء لجان محلية في القرى مسلوبة الاعتراف حيث أكد المتحدثون أن مخالفة القانون والأعمال الصبيانية غير مقبولة عليهم وفي الوقت نفسه هذه المخالفات المرفوضة تستغل من قبل السلطات لشرعانة تضييق الخناق على البدو الذين يعانون من تمييز صارخ في كافة مناح الحياة هناك عدة مصارات ولكن أهم المصارات هي أن نربي أبنائنا لأن في الفترة الأخيرة تجد أكثر الناس لا يجلس مع أبنائهم والكل يجلس على الهاتفة ولا تربية ولا أخلاق وكنا نلوم الشيك لكن الشيك يعني بين أني مدرسة وكل اللي يتخرجوا مني بيتخرجوا بإخلاق عليه التفحيط في شوارع بيرا السبع أو في أي مكان أول شي هذا يعني يعود بالخراب على أنفسنا يعني أنت إذا سيارتك فحط فيها ما أنت أنت الخسران الاجتماع اليوم طبعا هو ضد الحملة التي رأيناها في الأسبوع الأخيرة بالذات من اليمين المتطرف يعني اليمين المتطرف أستغل موضوع العنف من بعض الشباب في النقب ونحن علينا يعني أن نؤدب شبابنا ونمنع شبابنا من هذه الأعمال التي أضرت بنا في النهاية ولكن الحملة اليمين هي لأمر آخر هو تحضير الرأي العام على القرى الغير مطرف بها بالذات القائمون على اللقاء حذروا من الصمت والخنوع أمام هذه الحملة التحريضية التي يقودها المستوطنون والذين عبروا عن أمانيهم خلال اجتماع لهم بالعمل على تنفيذ مخطط الترانسفير لسكان القرى مسلوبة الاعتراف الذين يعيشون على جزء بسيط جدا من أراضيهم في ظروف قاسية للغاية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التهويت في المقبرة اليوسفية الملاسقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة لليوم الرابع على التوالي ونصبت بلدية الاحتلال بالقدس بوابة حديدية على إحدى مداخل المقبرة وركبت كاميرات مراقبة وكشفات داخل مقبرة صرح الشهداء اليوسفية وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة إن بلدية الاحتلال تحاول التسريع بتهويت المقبرة وتمصها قبل انعقاد جلسة محكمة الاحتلال الأسبوع المقبل لكسب القضية في شهر أكتوبر الوردي توعية وتثقيفا بضرورة الفحص المبكر عن سرطان الثدي إليكم هذه المعلومة 30 جراما ونصف من زيت الزيتون يوميا أي ما يعادل ثلاثة ملاعق صغيرة تقي من سرطان الثدي ويرتبط ارتفاع استهلاك زيت الزيتون بتقليد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وفقا لدراسة نشرت عام 2015 في مجلة جاما انترنال ميديسن ووجدت الدراسة التي نشرها موقع هارفرد هيلت أن النساء الأكبر سنا في إسبانيا اللائي تناولنا نظاما غذائيا متوسطيا تقليديا معززا بزيت الزيتون البكر كنا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي يشار إلى أن معدل استهلاك الشخص في منطقة البحر المتوسط من زيت الزيتون يبلغ 15 كيلو جراما سنويا كما أن حمية البحر الأبيض المتوسط تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة والقلبية والضغط ولكن حذاري من الإفراط في تناول زيت الزيتون على المدى البعيد ما قد يؤدي إلى بعض النتائج السلبية تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المتوسط تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المتوسط تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المتوسط